اشتركوا في القناة ومش بيتصرع في رد فعله تجاهك بيسمعك كويس عارف انتي ممكن تكوني بتعاني من ايه فايه يتقال امتى لكن لما بتتكلمي مع ناس مش متخصصين كل واحد بيسقط عليك تجربته الشخصية كل واحد بيعاني من مشكلة فيبتدي حل المشكلة من منظوره هو من ثقافته هو وطبعا على الفيسبوك ثقافات عديدة فانتي لما بتقولي بشوف مشكلات على الجروبات النفسية بلاقي ان الردود قتلة يعني ممكن تخلي الشخص اللي كاتب المشكلة ده ياخد قراره انه ينتحي بيزودوا المشكلة بدل ما يحاولوا انهم يعالجوها بشكل موضوعي الناس كلها بتحاول ان هي تفرض ثقافتها على الشخص اللي كاتب المشكلة وساعات بتبقى ناس كاتبة حاجات من وجه نظرهم هي حاجة مش اخلاقية فالناس بتبقى عنيفة جدا طبعا هو داخل يفتفض وداخل يقوله وبيقول انا عندي مشكلة هل من الطبيعي ان احنا نزود ده او نزود عقدة الزنب عنده او نقوله اه انت خلاص ربنا بيكرهكوها خلاص كمان الناس اللي بترد على الشخص ده هي ناس ما تعرفهاش يعني انا معرفش طبيعي اي اذا كنت انا ممكن اكون متنرفزة انا العصبية على جوزي فبالتالي حصلت مشكلة فالموضوع كبر يعني الناس ما عندهاش ذاتة كافية من الشخص اللي عرض المشكلة وغير كده الشخص اللي عرض المشكلة بيبقى يعني مش في نيض خالص انه الناس تكتب له كلام قاسي بالطريقة غير انه فعلا بيكون بيعاني حد عنده مثلا سيفير دي بريشان وخلاص هو ممكن هياخد خطوة اللي انضحاره وانتي تكتبيه له كومنت ممكن يخليه ياخد الخطوة فقد ايه الموضوع يعني مضر جدا او ممكن تكون واحدة بتقول سؤالة او تقترح سؤالة على الفيسبوك عشان مثلا هي من جواها عايزة تتطلق يعني انتي بتتكلمي في كومنت انتي بيتحل في العيادة في 12 جلسة او 10 جلسات لو انتي هتعملي قابل سيرابي مع الزوج والزوجة المشكلة مش سهل قرار كده نستكتبيه في كومنتي طبعا طبعا اشتركوا في القناة